اهلا بكم في فيديو جديد من قناة 5 minute practice معاكم خالب موحدين والنهاردة اخيرا فيديو جديد بعد شهر كامل بدون اي فيديو طبعا علشان الامتحانات دلوقتي النهاردة هيبقى فيديو خفيف سريع كده هكلمكم فيه عن حاجة بسيطة هم 3 idioms او 3 expressions او 3 مصطلحات بنسمعهم في الافلام كتير ولكن معناهم مهم وبيتكرروا فليه ما نعرفش هم بيستخدامهم في ايه وامتى نقولهم وما نتمرنش عليهم بالمرة يلا بينا طيب اول ايديا معنا هو give me a break give me a break طيب معناه ايه give me a break بص يا سيدي ده معناه حلة عن سماية الاخر معناه حلة عن سماية ما تخنقنيش تقعبتيني عارف انت لما مسلا مديرك يقول لك انت اتأخرت علينا النهاردة وانت اساسا ما اتأخرتشغل 5 دقائق عايز تقول لي اخلح حرام عليك ارحمني ده هم 5 دقائق بس انت اتأخرتوهم او مثلا حد عمال يزن عليك وعمال يقول لك حاجة وعمال يكرر الكلام وزنان فهنا تقول له ايه give me a break طيب تعال ناخد مثال على ال ايديم دوت طيب هنفترض ان انت اتأخرت عن الشغل 5 دقائق والمدير عمالي عنفك فهنا تقول له ايه هتقول له give me a break I am late for only 5 minutes يا اخي ارحمني انا بس يعني هم الخمس ده اللي اتأخرتوهم طبعا انت بتقولش ارحمني ولا تقول له كده عشان ما يتخربش بيتك ولكن هي ده الموقف من الموقف اللي ممكن تستخدم فيها طيب خلينا ناخد مثال كمان صاحبك مثلا اللي فيه اغنية معلقة معاها وكل شوية يقول لك الاغنية دي جمدة جدا كل يوم يقول لك الاغنية دي جمدة جدا فانت تخنقت منه فبتيجي هنا في الحالة دي تقول له ايه تقول له مثلا you said that 10 times yesterday give me a break يعني انت قلت الحوار ده 10 مرات بقى راح يا عم ارحمني كفاية كفاية ما تقولش كده تاني ايديم هو سهل جدا وهو don't mention it don't mention it يعني ايه don't mention it يعني بتقولش كده احنا اخوات فيش بين الكلام ده يا عم مفيش مشاكل عادي اشته اللي هي حد بيشكرك فانت بترد عليه فبتقول له يا عم لا شكرا على واجب مفيش مشكلة عادي بسيطة حاجة بسيطة كده يعني مثلا صاحبك بيقول لك thanks for helping me فانت ترد عليه وتقول له don't mention that يعني يا راجل ما تقولش كده احنا اخوات هيبعليك ثالث ايديم بقى بنستخدمه لما بقى انا اللي هقولي الثالث سيبهولي ايه بقى سيبولي بعد اذنك اوكي اوكي افضل شكرا حبيبي اقولك ايه خش ثالث ايديم معنا وهو son of a gun son of a gun يعني ابن المسدس لا طبعا وهي مش تيمة وفي نفس الوقت تنفع تبقش تيمة بص son of a gun بنستخدمه امتى بنستخدمه في كزا حالة هي معناها بالبلد كده يا ابن اللزينة معناها كده يا ابن اللزينة يا ابن الايه يا ابن الجنية حاجة كده نفس المعنى تقريبا بنستخدمه امتى في كزا موقف لو عايز تقولي ان الشخص ده شخص شائي كده اللي هو ارد ارد في نفسه او حاجة غريبة انت مستغرب منها زي مثلا شوفت راجل كبير ماشي في الشارع ورح ناطت حت تنطق ما تقولش ان ده راجل كبير فهنا تقول ايه that man is too old to jump like that he's a son of a gun يعني الراجل ده ده راجل كبير جدا على اللي هو يعمله ده يعني الراجل كبير على النطة دي ده ايه ده ابن جنية او ابن رزينة فظيعا طيب حالة كمان ممكن تستخدمه فيها وهي انك تعملها كشتيمة بقى بدل الشتيمة عارف انت لما ايه حد بقى يا ابن اللي انت عايز تشتيمه وعيز تقوله يا ابن الحاجة بس عايب لسانك مشواخد على الحاجات دي فانت في الحالة دي بتقول يا ابن اللزينة فهنا بقى ايه خد عندك دي that son of a gun broke my car that son of a gun broke my car يعني ابن اللزينة اللي لسه ماشي دوت خبط لي عربية طيب كده خلصناك تلتابعا اول واحد كان give me a break give me a break معناها حل عني ارحمني طيب تاني واحد كان don't mention it don't mention it يعني ما تقولش كده عادي احنا اخوات ما فيش مشكلة ثالث واحد وهو son of a gun son of a gun يعني ابن اللزينة ابن جنية ابن عفريتة ابن الايه بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة تمنا يكون الفيديو خفيف وعجبكو كده وتبقى راجعة زريفة ونكمل ان شاء الله بشكل مستمر وفي الاخر احب اقولكو لو الفيديو عجبك بتنسى اشتركوا وسبسكرايب لو انت بتتفرج وانت لسه مش عمل عشان هنزل حاجات مفيدة ان شاء الله تعجبك في المستقبل ان شاء الله القريب واخر حاجة شير علشان اكبر عدد من الناس يستفيد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة